عارف يا صديقي ايه اللي بيخلي ابوك يلف يطفي انوار البيت ويدور يقفل في الحنفيات المفتوحة ويتأكد من ريحة الغاز ويزعق للي بيرزع الباب جامد عارف ايه اللي بيخليه ينصحك بكلام شبه مقرر وهو متأكد ان كتير منه انت مش هتنفزه عارف ليه بيبقى متدايق يمكن اكتر منك كمان لما بتجيب درجة وحشة في الامتحان او لما بتعمل سلوك سيء طيب عارف ايه اللي بيخليه فرحان جدا ومرتاح نفسيا لما بيشوفك وانت بتصرف فلوسك بحاجة كويسة او لما بيشوفك وانت بتعمل حاجة كويسة طيب عارف ايه اللي جايب له الضغط والسكر والقلب من عصبيته على حاجات من وجهة نظرك انت هي حاجات تفهى انا كنت زيك بالضبط يا صديقي مش عارف هو ايه السر في كده بس لما كبرت ولقيتني تلقائيا بعمل كده فهمت السر السر يا صديقي في المسئولية المسئولية اللي بتخليك تفرح وتستمتع بابنك وهو بياكل وبيشرب وبيلبس وبيصرف اكتر حتى من فرحتك ومتعتك لما انت شخصيا بتعمل كده المسئولية اللي بتخليك حامل هم مستقبل ابنك في الوقت اللي هو نفسه مش مهتمة حتى بالحاضر شعوره بالمسئولية ده نابع من حبه ليك ورغبته في انه يشوفك افضل الناس افضل منه هو شخصيا هو عشان بيحبك يا صديقي مش عايزك ترتكب نفس الاخطاء اللي هو وقع فيها وعشان كده يمكن بينصحك كتير واحيانا بينصحك بعصبية لان نتيجة لتجربته هو شايف نهاية الطريق اللي انت ماشي فيه ده هتوديك لفين وهو مش عايزك توصل للمكان ده هو عايزك توصل لأفضل مكان ممكن لكن ممكن نختلف في فكرة ان تجربته غير تجربتك وزمنه غير زمنك وممكن الاخطاء اللي هو وقع فيها انت تقدر تتفاداها بطرق مختلفة ممكن نختلف بشكل او باخر في فيدة النصيحة اللي بيقدمها لك لكن لا يمكن ابدا نختلف ان النصيحة دي بيقدمها لك بكل حب حبا فيك عارف الموضوع بالزبط عامل زي ما تكون راكب جنب السواء انت بتنام وتصحى وتبص من الشباك وتستمتع بالطريق وبالرحلة وتلعب بالموبايل وهو ماسك الديريكسون وعينه على خمسين حاجة مركز على لمبة البنزين مركز على الزيت على حرارة العربية على عداد السرعة ده كله بالاضافة لتركيزه على الطريق يمكن وانت قاعد جنبه تكون حاسس ان هو ما بيعملش حاجة للأسف يا صديقي طول ما انت مرتاح طول ما انت قاعد مش شاغل بالك بحاجة عمرك ما هتحس بالدور اللي بيقوم بيه لكن في الوقت اللي هتكون انت اللي بتسوق العربية ساعتها هتبدأ تدرك قيمة وعظم الدور اللي بيقوم بيه لانك باختصار هتبقى انت متحمل المسئولية ولحد ما يجي اليوم ده وتبقى السواء لازم تعرف ان حزاء والدك قدام باب البيت لا يقدر ابدا باي تمن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر